أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ارتفاع إجمالية الصادرات المصرية لتبلغ 45.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 الذي يعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها وأكدت الحكومة أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع الجائحة من خلال استمرار عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق طفرة رغم كماشي اقتصادية العالم إشادات دولية متواصلة يشهدها الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية إشادات تأتي في ظل تنفيذ الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ألقى بظلاله الإيجابية على الاقتصاد المصري الأرقام لا تجذب ولا تتجمل فآخر تلك الإشادات العالمية جاءت على لسان نجلة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكو التي أكدت أن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا في عام 2020 الأسكو أكدت في تقرير لها أن مصر سجلت أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18% وذلك وفقا لرصد الآداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثل للقوة الشرائية بين عامي 2017 و2020 في غضون ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع جائحة كورونا وأن الدولة استطاعت تنمية صادراتها لترتفع إلى 45.2 مليار دولار خلال عام 2021 والذي يعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها في إطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهاردة مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق لصناعات كثيرة على مستوى العالم احنا مصر كانت واخدة من البداية منهج آخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها طبقة ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم المؤشرات الإيجابية على قوة الاقتصاد المصري تأتي من كل حد وصب ليعلن البنك المركزي هو الآخر ان معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي اي ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة الربع الاول من العام المالي 2021-2022 فائضا كليا بلغ 311-14 مليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 69-12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق مقاوة مقاوة